أهلا بكم مشاهدين الكلام مجددا نعود إلى ضيفة الستوديو سيد محمد عبدالسلام رئيس البورسة المصرية السيد محمد طبعا قبل أن نعود للسوق كان هناك جولة في دبي اليوم أنتوا بداية الجولة الخليجية كانت في دبي وكان لكم اجتماع اليوم مع رئيس سوق دبي المالي سيد عيسى كاظم نتيجة الاجتماع ده كانت ايه؟ الحقيقة نتيجة الاجتماع كانت نتيجة الاجتماع كويسة قوي اتفقت أنا والاخ عيسى على أنه سيبقى الفترة الجاية في تعاون ما بين البرسطين في عمليات الإدراج المزدوج سواء إدراج مباشر أو إدراج عن طريق إصدار شهادات إداء دولية بيطلق عليها هنا في دبي ستبقى DDR وفي مصر EDR اتفقنا على كيفية الإفساح وضرورة أن يتم الإفساح بطريقة متميزة علشان المستثمر الإماراتي لما تقايت شركة مصري يبقى عارف كل تفاصيل الشركة المصري أو لما شركة إماراتية تقايت في السوق المصري يبقى كل الناس اللي في مصر عارفين تفاصيل الشركة ومركزها المانية وقوامها المالية كل الفضامين تلزبت عيتها وبعدين في عمليات إفساح يومية على ما يدور على الورقة دي في السوق الأصلي بتاعها في السوق الآخر لأنه هو ده اللي هيشجع عمليات التداول على الأوراق دي والإدراج المزدوج بيفيد السوقين في النهاية في النهاية بيزاول الليكويدتي في السوقين وبيعمل تنوع في البضاعة الموجودة في السوق في بعض الأنواع البضاعة بتوفرة في دبي ستبقى تنضاف لسوق المصري وفي بعض أنواع البضاعة الموجودة في مصر وليس موجودة في دبي ستنضاف لسوق دبي وده سيزود الليكويدتي في السوقين والصالح السوقين طيب أنا سأعود إلى السوق المصري والبورصة المصرية مرة أخرى وعايز أعود إلى نقطة يمكن شائكة أصبح العديد يتحدث عنها في الفترة الماضية وهي مسألة الأشخاص الموقفين من النائب العام أو بقرار النائب العام ممتلكاتهم في البورصة طبعا تم إيقاف أو تم تجميد ممتلكاتهم في البورصة أولا أكيد فترة التحقيقات لا أحد يعلمها وقد تطول فبالتالي إذا كان فيه توزيعات أو سواء كان أصوم منحة أو حاجة تخص للأشخاص دي سيتم تجميدها أيضا أم لا نقطة أخرى نفترض أنه نتيجة الحكم في النهاية جاءت بالإدانة الكاملة الأصوم دي هيحصل فيها إيه؟ هترجع للشركة؟ هتتلغي؟ هؤلاء حضرتك المرة واحد إذا حصل أن فيه توزيعات نقدية هذه التوزيعات النقدية هتتحط ويتم التحفظ عليها واختار النقاب العام أي توزيعات نقدية لأي حد فيه لو كان توزيعات أسهم مبنية على حجم عدد الأسهم اللي هو يمتلكها هتنضاف الكمية الأسهم الجديدة على الأسهم القديمة ويتم التحفظ عليها فأي حاجة جديدة هتدخله هيتم التحفظ عليها الأصل متحفظ عليه فالإضافة يتحفظ عليها ما سيحدث بعد الحكم لو صدر الحكم بالإدانة ده حيوضحه قرار المحكمة حكم المحكمة إيه اللي نعمل إيه في الأسهم المتحفظ عليها دي؟ هل تعود لمريكياتها للدولة؟ هل تعود لمريكياتها للدولة؟ لا، لا تعود للشركة حتى لو تحت توزيعات نفترض أن هناك توزيعات نقدية؟ التوزيعات النقدية دخلت في حسابه فبقت مش بتاعة الشركة الأسهم المجانية دخلت في حسابه وهو غنش بتاعة الشركة خلاص مقصة بتقوم بالدولة إنها بتدخل التوزيعات ديات سواء في حسابه النقدي أو في حسابه الأوراق المالية إنما تبقى لقرار المحكمة اللي حيصدر وارد قوي إنه يصدر بغرامة وإنه ترجع له أسهمه وارد إنه يدان إدانة كاملة ويبقى فيه سجن والغرامة مقدرش يتفحها فالحكومة تحصلها من ما يمتلكه من مساهمات في النهاية يجب ننتظر القرارية بالضبط طيب صندوق مصر المستقبل المفروض أن نشوف النشرة أمتى؟ النشرة إن شاء الله ستنشر في الجرائد يوم الأربعة والخميس إن شاء الله النشرة تم الانتهاء من إعدادها وتم اعتمادها وتم استلامها من الهيئة وبتوزع على الجرائد والله فكرة مش بطالة أننا برضو ممكن ننشرها في إحدى الجرائد الإماراتية فكرة برضو سديدة لأنها بنقول له ما نحن مهتمين بكم طيب أنا سعود إلى أسئلة في أسئلة كثيرة من العديد من المستثمرين فتحنا نحن المجال على الفيسبوك للأسئلة دي هياك الملكية الشركات كان فيه اقتراح قد من المستثمرين يعرفوا هياك الملكية الشركات بشكل عام إيه الجديد فيها ولماذا لا يتم إعلانها وإذا ما كانتش عندك في السوق إيه العوائق اللي قدامها لا هي موجودة عندي بس مصمقص جميل ومصمقص هي المسؤولة عن هذا الموضوع لكن هناك قانون اسم سريط حسابات ما أقدرش أطلع في الجرائد وأقول أعلن وأقول فلان فلان يمتلك عشر أسهم أو فلان فلان يمتلك ميت ساة ده ممنوع أنا هنا أو حاسب وأقضى وأقعد معهم في المزرعة في تورا لهذا السبب أنتوا كنتوا بتسألوا الشركات عن الملكية وانتوا عارفينها أصلا في مصر المقص لازم هو اللي يفصح مش أنت بتقول هو يفصح هو صعب مصلح الشركة صعب مصلح الشركة بتطلب مني قيمة مسامين بدها لها هو يفصح لكن أنا ما أقدرش أفصح بالقانون طبعا بالقانون أنا ما أقدرش غير أن أنا بناء على حكم محكمة أسلم محكمة بيانات معينة زي النهاردة لما بيحصل تحفز بيطلب مني أن أنا أتحفز وأن أنا أختره بالأرصدة الموجودة اللي أنا متحفز عليها عشان أعتبر كحالس قضائي على هذه الأسو فأنا تقلل القانون أنا ما أقدرش أنا بقدر أعلن هياكل الملكية بمعنى إيه أقول والله عدد قد كده يمتلك أقل من واحد في المية عدد قد كده يمتلك من واحد في المية كإحصائيات دي مش هيستفيد من أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر